أنت بقى تحديداً الموسم ده بالنسبة لك يمثل لك يحاسي أن الموسم كان بالنسبة لك فردية الموسم جيد أم لا مش جيد؟ الموسم جيد بس فيه حاجات صعبة شوية قال إن كابتن رضا برضو لما عمل فرقة ما جابش عدد كبير وجاب أكتر اللعبة كانت من أربعة خمسة نشئين من الأهلي طلع نشئين كتير من تحت فالتعامل كان الفكر بتاعهم كان متعب شوية عشان كابتن نجيبي يعرف يتعامل مع اللعبة النشئين وانا وصل المعلومة كنت ساعة كنت بحس في البداية أن هما جايين عايزين يلعبوا يصيطوا نفسهم عشان نوصل لهم المعلومة أن هما كده كده لازم يععدوا الفرقة عشان يعرفوا يروحوا مكان أحسن كانت بتصعبة شوية اللي هما في الأول الصغيرين بس هما عايزين وكأنهم يظهروا نفسهم بس مش مهتمين أو بالفرقة مش مهتمين لا هما جايين من النادي يعني اللي موصل لهم موصل لهم خلط روح يلعب السنة دي في الدخلية اظهر نفسك واحنا هنجيب لك عرض تاني كان الموضوع بالنسبة لنا كنا احنا دايما مشدودين ومتعصبين شوية يعني معلش نفضل نتكلم شوية هنا وشوية هنا عشان نوصل لهم من احنا برضو يعني مش عايزين ننزل احنا برضو زيكوا عايزين نلعب ونزهر نفسنا وكل حاجة برضو ما يكتبش في تاريخنا نحنا نزلنا ندخلية مضبوط طيب